عشان برضو ندي لكل حد حقه أحمد عبدالقادر لابد ان احنا نشيد به ومستوى لانه حقيقة الرجل ما خدش فرصة وما استغلهاش كأحسن ما يكون واعتقد انه مبارح حقيقة يعني انا بيتهيأ لي انه الرجل وطبعا القرار في النهاية لجهاز الفني اللي كانا بشوف وبتفق مع كل جمال النادي الاهلي في انه رجل حقيقة يستحق ياخد فرصة كاملة في الفترة اللي جاية والحقيقة كمان يأكد على كلامنا لما قلنا ان استبعاد احمد عبدالقادر من تشكيلة كيروش اللي هتشارك فيه امم افريقيا والتشكيلة كمان اللي شاركت فيه كاس العرب كان علامة استفهام كبيرة جدا لعب عنده شخصية لعب امكانياته عالية جدا كتير من المقاومات اللي تسمح له انه مش بس يكون في تشكيلة كيروش لكن يكون كمان بيضمن مكان اساسي فيه التشكيلة غياب كريم فؤاد مبارح كان علامة استفهام مشاركة عمار في التوقيت ده كانت علامة استفهام محمد مجدي افشا ومحمد شريف ما بعد المنتخب علامة استفهام حاجات كتير جدا حقيقة مثلت بالنسبة لجمهور النادي الاهلي او وجعت جماهير النادي الاهلي اكتر بكتير من ضياء نقطتين في مباراة الامس خليني ابتدي مع حضراتكم وادخل في تفاصيل القرعتين كان مفترض فيه قرعة النهاردة زي ما اعلنت رابطة الاندية كان هيتم الاعلام فيها عن قرعة الفرق اللي هتشارك فيه كاسر رابطة لكن القرعة دي تأجلت ليوم الاثنين اللي جاي كاسر رابطة مفترض بنتدي ان شاء الله يوم اتناشر ويستمر لغاية اخر شهر القرعة تأجلت لكن عندنا قرعة بكرة مهمة جدا هي قرعة دوري الابطال او قرعة دور المجموعات في دوري الابطال وكان مفترض ان مستر بيتسو موسيماني هيسافر في اجازة طبعا فرق واخد اجازة اجازة راحة كان مفترض ان هو كمان هيسافر جنوب افريقيا لكن قرر انه يأجلت سفره 24 ساعة لانه هيشارك بكرة ان شاء الله في سحب القرعة الخاصة بدوري الابطال والخاصة كمان بالكونفدرالية